هذه ليست ماركة بين شخصين انما واحد من احمى فنون الرقص ذات الطابع القتالي لقبيلة النوير ثاني اكبر المجموعات القبلية في جنوب السودان قبيلة تتميز بموروث ثقافي منبثق عن الحضارة الكوشية منذ اعلاف السنين وبحسب روايات الكثيرين فان كلمة نوير تعود الى اصل اسم القبيلة التي تسمى ناس وسميت القبيلة بالنوير بدلا من ناس اقبل مصالحة والقسم الذي تم بين مجموعات مسميات النوير المختلفة قديمة وهذا ما جعلهم يتمسكون بالتقاليد حفاظا على تمسك القبيلة ما يميز انه نحن نركز على التراث الموجودة الطبيعي من قبل قبيلة النوير وهذا التراث يعني ترجع على زمن بعيد الرقصات الشعبية جزء محم في ثقافة قبيلة النوير الذين يتم تميزهم عن المجموعات الى الى الاخرى بتشطيب الوجه بستة تقطيعات متتالية على جبحة الرأس تحمل كل واحدة منها دلالة معينة وتعتبر صاحة الرأس لدى هذه المجموعات اشبح بصاحة القتال حيث يبرز كل واحد منهم محارته في الغناء وحمل الدرء والرمح رسالتي لكل السودانيين الجنوبيين بان لا ينسوا الثقافة عليهم ان يفعلوا ذلك كما نفعله نحن الان القبائل في اثيوبيا وغانا وكينيا تتشابه في كثير من الممارسات التقليدية قبائل النيلية الاخرى في كل من اثيوبيا وغانا وكينيا تتشابه في كثير من الممارسات التقليدية مع قبيلة النوير اما محليا فيرى كثيرون ان لقبيلة النوير صلة مباشرة مع الدينكة اكبر المجموعات الاثنية في جنوب السودان ويرجح آخرون بأنهم في الأصل كانوا قبيلة واحدة قبل أن يصبحوا قبيلتين قبيلة النور والدينكا في العصور القديمة وفي الأصلاف هم ينتمون إلى جد واحد وهم يشتركون في مسائل كثيرة إذن تظل الثقافة عاملا أساسيا في مكونات الحوية الإثنية لدى العديد من الإثنيات القبلية في جنوب السودان الرقصة الشعبية موروث ثقافي مكتسب لدى هذه الإثنية القبلية التي حافظت على نفسها وسط إثنيات قبلية متعددة هنا في جنوب السودان أبرى الرقصات الشعبية مدعومة بعدوات فنية تعكسوا هوية إثنية قبيلة النور بيور شريلو العربية